مرحلة التحديث السياسي تبدأ من هنا واختيار مجلس نواب قادر على التشريع والرقابة يحتاج ناخبين قادرين على اختيار مرشحيهم ضمن أسس وضوابط تضمن وصول الأفضل هنا في دائرة بدو الشمال يحتدم السباق للوصول إلى قبة البرلمان وأصوات تنادي بأن يصل من يستحق لحل العديد من القضايا التي تخص البادية وأهمها تلك التي تتعلق بالشباب إن شاء الله مجلس النواب القادم هو حل مشكلتها البطالة لها الشباب والخرجين منها الجامعات اللي لهم أقل شي سبع سنوات وثمان سنوات وفي منهم 11 سنة وإن شاء الله نحل مشكلتها الشباب العطين عنها العمل والأحزاب رأي جلالة الملك بدنا نمشي وراء رأي جلالة الملك وأكيد تطلعاته كويسة للأحزاب وإن شاء الله أن تكون بادرة خير نتأمل من المجلس القادم إن شاء الله يلبي طموحات الشعب الأردني ويشعر بهمومهم كما يعني رأي جلال سيدنا لهذا المجلس مجلس الشباب بالنسبة للأحزاب الأحزاب نتطلع إن شاء الله تكون هاي يكون بادرة عامة وجديدة للمملكة كاملة إن شاء الله رايحين نصوت ونختار الشخص المناسب ويغضى النظر من أي مكان تطلعات المجلس النواب تشريع قوانين تصف في مصلحة المواطن وبالنسبة للأحزاب فكرة جديدة وجميلة والحلو فيها أنك تقدر تصوت لحد خارج المنطقة اللي أنت فيها نتمنى من المجلس النواب القادم أن يضع قوانين أو يشرع قوانين تصف في مصلحة المواطن ويحل من مشكلة الفقر والبطالة وأشجع الأحزاب لأن تتيح لك الفرصة للتصويت للشخص المناسب سواء كان في منطقتك أو غير سبع قوائم مترشحة لدائرة بدو الشمال الانتخابية للوصول إلى مقعدين تنافس ومقعد وحيد للكوتا أعداد المرشحين على القوائم وصل إلى 21 مرشحا منهم سبع سيدات يتنافسن على الكوتا أما أعداد الناخبين في الدائرة فيزيد عن 121 ألف ناخب وناخبة نحو 52 ألفا من الذكور وما يزيد عن 69 ألفا من الإناث موزعون على 95 مركز اقتراع تضم 200 وصندوقا واحدا للانتخاب مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري يبقى الصندوق هو من يحدد ممثلي دائرة بدو الشمال الانتخابية وسيبقى الناخبون هم من يحدد ممثليهم بما يخدم تطلعاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها أنا سلحة أحشاء المملكة البادية الشمالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر